بسم الله الرحمن الرحيم حدث بالفعل حدث ما لم يكن يتوقعه العالم وعلماءه حدث ما لم يكن يتوقعه العالم وساسته جائحة كورونا هي كانت بالنسبة للعالم والمجتمع الدولي الصفعة القوية وتحدي كبير جداً لكل مؤسسات العالم جائحة كورونا أتت لتثبت للعالم كله أن العلم هو الوسيلة الوحيدة لتقدم الأمم وجاهزية العلماء ومعاملهم لها أهمية قصوة لازم يكون فيه أولويات لكل دولة وميزانية ضخمة للبحث العلمي جائحة كورونا أثبتت للعالم أن هناك بعض المشاكل لا تقف أمامها الحدود ولا تستطيع أقوى الجيوش أن تمنع انتشار هذه الأزمات فيروس لا يرى بالعين المجردة هز عرش العالم وساسته ابتدينا نتابع منذ اللحظات الأولى رد أفعال الدول تجاه جائحة كورونا كل دولة حسب إمكانياتها وحسب طاقتها ابتدينا نشوف انهيار للمنظومة الصحية في كبرى الدول وحلول بديلة وحلول مؤقتة وإيجاد مستشفيات ميدانية امتدت إلى بعض الحضائق والمتنزهات أن انت تشوف أسرة للمرضى في الطرقات ده مشهد عالمي كلنا شوفناه مصر الحمد لله منذ اللحظات الأولى وبفضل ربنا سبحانه وتعالى والقيادة الرشيدة ومتابعة أو يعني على مدار اللحظة مش هقدر أقول على مدار الساعة لأن كل سانية كان بيبقى فيه جديد ابتدينا نشوف التوصيات الطبية من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ابتدينا نشوف الجهود اللي قام بيها الجيش الأبيض لأطباء المصريين وفريق التمريض اللي قاموا بدور رائع للحفاظ على حياة المواطن ابتدينا نشوف أن القطاع الزراعي هو القطاع الأهم في الدولة قطاع اقتصادي قوي قدر أنه يستوعب هذه الصدمة قدر أنه يستوعب هذه اللطمة لأنه أنت بتتكلم على غذاء المفروض يكون متوفر في الأسواق يوميا متابعة الدولة ومرابطها على الأسواق أيضا حفظت على ثبات الأسعار ابتدينا نشوف دور مهم جدا بيقوم بيه رجال الشرطة ورجال الجيش لأن أنت كان عندك في فترات ساعات حظر ممنوعة فيها التحرك كان لازم نلتزم بالرغم من اعتراض شديد من كثير من الناس ومنهم يقولك يعني الساعتين تلاتة دول هم اللي هيحلوا المشكلة لأ على فكرة كانت إجراءات مهمة جدا ابتدت الحياة تعود مرة أخرى وده أملنا إحنا كمصريين الحمد لله عندنا حب للحياة وللعمل وما فيش اقتصاد هيقدر يتحمل وقوف عجلة الانتاج لشهور طويلة صعب جدا اللي عاوز أخرج بيه النهاردة من هذه الأزمة إن إحنا فعلا العلم وعلمائنا المفروض نقدر مكانتهم ونقدسها مش على مستوى الحكومة فقط ده على مستوى المواطن العادي لازم يبقى عارف يعني إيه طبيب ويعني إيه عالم ويعني إيه باحث دول كثيرة جدا بتوقر الباحثين وبتوفر لهم كل السبل والإمكانيات ليبدعوا من خلال أبحاثهم لرقية المجتمع وبتعطيهم مميزات علشان يقدروا يشتغلوا فيه مناخ آمن لأن بفضل هذه الأبحاث ونتائجها تقدر أن أنت تتقدم وتكون فيه مصاف الدول الكبرى فيه جزئية كنت بتكلم فيها من سنين طويلة مع حضراتكم إحنا بننتج إيه من الأدوية ومن الأمصال واللقاحات وإحنا عندنا مصانع وكيانات كبرى ومدى أهمية الأمصال واللقاحات البيطرية وتوافرها من عطرات محلية ومين المسؤول عن سبات أسعار الأمصال واللقاحات وتوافرها وعدم احتكارها في مصر كانت وزارة الزراعة من خلال معهد المصال واللقاح معهد المصال واللقاح ما اكتفاش أنه يقدم بعض الأمصال واللقاحات للأمراض والأوبئة السيادية كان دائما فيه أبحاث جديدة علشان يطور من منتجه كان دائما فيه إجراءات على أرض الواقع علشان ينتشر ويكون ده موجود داخل المحافظات قريب من الفلاح المربي الفلاح المربي اللي بيمتلك أكتر من 95% من الصرر الحيوانية هو رجل جميل جدا وبسيط جدا في حياته اليومية فإذا ما كانش يلاقي الخدمة متوفرة بسهولة هتيبقى صعب جدا أنه هو يبتدي يبحث شمال ويمين لأن الرجل ده مسؤول عن صرر الحيوانية بيغزي مسؤول عن أرض في نفس الوقت مراته سند وموجودة معه في شغله فكان المفروض أن الخدمة تكون فيها نوع من السهولة بصراحة الهائة العامة لخدماته البيطارية قامت بدور ممتاز في السنوات الأخيرة خصوصا من خلال الحملات القومية ومن خلال الخط الساخن 19.561 ومن خلال تعاونها مع معهد المصر واللقاح والشركات الخاصة المنتجة أيضا للأمصار واللقاحات في مصر النهاردة هنكمل كلامنا عن النموذج المضيء داخل وصارة الصراع وهو نموذج مشرف جدا معهد المصر واللقاح لا أكثر من سبب التحديث والتطوير الدائم الخدمة الممتازة التي يجدها المربي مميزات بيوفرها من خلال أمصار واللقاحات من العطرة المصرية فليها جدوى ومرضود أكتر أنا بشريفني اليوم وجود الدكتور محمد سعد مدير معهد محوص الأمصار واللقاحات البيطرية برحب أحضرك الفدن شكرا والسامة يعني شكرين جدد لحرارتك على تعوى الكريمة وعلى برنامج حرارك الفعلا الناس كلها بتتابعوا لأن الحرارك بتقدم فعلا الحقائق للناس وبذكر حضارك وبذكر فريق العداد المحترف المعصير دكتور محمد لو لا جهود علمائنا وحضرتك من علمائنا الأجلاء ما كناش إدلنا ننجح لأن احنا بننقل الضوء على النماذج وبنقشها عشان نتعرف على علماء احنا بنحاور عرف المشاهدين عن محهد المصل ونقاحه ودوره خصوصا في الفترة دي بعد جائحة كورونا كلنا بنتكلم على الوقاية خير من العلاج بنتكلم على النظافة بنتكلم على الأمصال يريد تعرفني دور المعهد طبعا بداية نخلينا نقول السلام مشاهدين أن المعهد طبعا أنشئ سنة 1903 ومن أقدم المعهد البحثية لتطوير وإنتاج الأمصال اللقاحات البيطارية على مستوى الشرق الأوصل بل على مستوى العالم ودي بتبقى فخر لنا احنا كبيطاريين أن الحمد لله رب العالمين أن مصر فيها معهد زماعة لمصر اللقاح اللي بيقدر ينتج اللقاح من الألف لليهي يعني مجرد ما بيظهر أي عطرة موجودة في الحقل المصري بيبدأ المعهد يتحرك مباشرة لعزل هذا العطرة ويبدأ يحضر لها اللقاح مباشرة ويمكن جاعة كورونا دي ألقت الدوق على أن لازم كل الدول تبدأ تتجه لتحقيق الاتفاق الذاتي من احتياجاتها في كل المجالات مش بسهول مصال لقاحة البطارية يعني زي ما ستك عارف أن الموضوع الكورونا يعني عمل شيء بعزلة لكل الدول وما فيهش انتقالات وما فيهش بضايع وما فيهش شلال تهم بالضبط كده فبالتالي زي ما ستك تفضلت وقلت أن القطاع الزراعي قدر الحمد لله أنه هو يوفر السلع الرئيسية اللي المواطنين بتحتاجها خلال هذه الجائحة فاحنا بدورنا الحمد لله رب العامين كما عاد مصال لقاحة البطارية بنتور من انتاجنا يعني احنا ممكن لقت بنكافي الحمد لله حوالي من 85% لحيوانات المزرعة وبنرفع انتاجيتنا من لقاحات الدواج إن شاء الله شهر عشر اللي جاي هيبع عندنا افتتاح لقسم انتاج اللقاحات الحية للطيور وده هيرفع انتاجيتنا اللي تصل لحوالي 40% من احتياج المصر من لقاحات الدواج حتى تقول لي بنقدر نوفر 85% من لقاحات حيوانات المزرعة يعني حيوانات المزرعة اللي هي إيه اللي هي الأبقار والجموس والأغنام والماعز والجمال الـ 5% من خلال معهد المصر واللقاح فقط من خلال الشراكة مع القطاع الخاص احنا كمعهد لأن احنا يعني هو المعهد بينت كل اللقاحات الموجودة للحوالات المزرعة يمكن القطاع الخاص بيشارك في لقاح أو لقاحين ما بيكمتش في الباقي فالحمد الله رب العالمين ان المعهد بيقدر يقوم بدور احنا عندنا لقاحات السيادية اللي هي بتستخدم ضد أمراض ايه عندنا لقاحات السيادية الحمى القوائية وعندنا لقاح حمى الواد المتصدع ويمكن الحمد لله رب العالمين المعهد هو الجهة الوحيدة تنصر اللي بتنتج لقاح الحمى الواد المتصدع ويمكن كان فيه وباء موجود في السودان الناس كلها طبعا سمعت عنه وقدرنا بفضل الله ثم التعاون مع الهيئة العامة لخدمات البيطرية ان احنا نقدر نحمي البلد من دخول اي فيروس من هذا المرض العين اللي بيصيب الاغنام ثم انتقل منها الى الانسان في مرض كمان الجلد العقدي بيعتبر من اللقاحات السيادية وده يمكن المعهد قدر الحمد لله رب العالمين ان هو يسجل لقاح الجلد العقدي كجلد عقدي مش كلقاح جدري للمشي وده من اللقاحات الجديدة للمعهد حيكون يستخدم الجدري لقاح الجدري يسد مكانه مكانه لما دلوقتي فيه لقاح مخصوص للجلد العقدي بالضبط كده والحمد لله رب العالمين تم اجازة اللقاح فيه التسجيل وجاري انتاج دفع للتواجد في الحقل اه قريب جدا يعني هنا عندي تلات امراض سيادية ولقوا فيه كمان لقاح جدري للاغنام ده برضو من الحاجات السيادية ولقاح تعون المقترات الصغيرة ده برضو من اللقاحات السيادية تعون المقترات الصغيرة يصب الاغنام بيصيب لاغنام بالضبط اربع خمس لقاحات دول الاساسيين بالضبط دول المعهد هؤلاء المسؤول عن إنتاج 85% من اللي بيغطي الصرار الحيواني عندي في مصر تغير بقى لقاحات الأخرى كمان إنه فيه لقاحات مي السيادية يستخدم برضو لحنات المزرعة زي لقاحات اللقاح التنفسي ولقاح الإسان الموعدي في العقول لقاحات الكوليستريديات لا للدواجد بقى لا للرجة أني مال برضو بس مي السيادية بيحصانها المربي بعيد عن الحملات القومية يعني ده بيبقى حسب طلب المربي بس بيبقى احنا عندنا موفرينها موجودة يعرفيني دي من خريطة التحصينات اللي المفروض بيحصن بها مزرعتهم بالضبط دي من خريطة الوبائية الموجودة في مصر وبالتالي لازم اللقاحات تكون متواجدة ولكن هي ما بتبقاش ضمن الحملات القومية اللي بتقوم بها لهاية العامة تكنولوجيا تصنيع اللقاحات هل هي بقت سر خفي؟ يعني احنا وصلنا لمرتبة متقدمة ولا لسه بنسعى أن احنا نطور أكتر؟ هو طبعا يعني بفقه كل ازا علم نعليم العلم ما بيقفش العلم كل يوم في تطور لكن احنا بنحاول أن احنا نواكب التقدم العلمي باستمرار وبننقل تكنولوجيا انتاج الأمصال اللقاحات البيطرية باستمرار وبنبعد باحثين من عندنا يتقراب بره وبنجيب خبرات أجنبية من بره عشان نقدر نلقل بره الخبرات ديت والباحثين في المعهد بيتفانوا أن هم إزاي يطوروا الشغل بتاعهم ويطوروا الأبحاث بتاعتهم طيب لو أنا جيت أتكلم النهاردة أن أنا بقول دايما للمراب يخلي بالك أنا عايزك تحصن من الأمصال واللقاحات اللي موجودة عندي في مصر إزا كان من نععد المصر واللقاح أو القطاع الخاص الموجود اللي بيساهم بنسبة في هذه الحملات ليه؟ إيه اللي يميز اللقاح المصنع من عطرة محلية أو المستورط طبعا هو اللي بيميز اللقاح من عطرة محلية أن انت حضرتك بتدي ليه الحيوان اللقاح ضد العطرة اللي هو هيتعرض ليها يعني أنت بتاخد العطرة للحيوان إزاي بتبدأ صناعة اللقاح أنه ببقى فيه حيوان عليه أعراض من المرض أنت بتاخد العينات من هذا الحيوان وتبدأ تحولها لعطرة صالحة لصناعة الفاكسين وبتبدأ تعمل من نفس العطرة دي الفاكسين فده بنحنا كده بنسميه اللي هو اللي هي منتجة من نفس العطرة المحلية لكن اللي بتيجي مستوردة من خارج دي بيسموها الهيترولوجس فاكسين ودي بتبقى مخالفة للعطرة المحلية وبالتالي نسبة التشابه ما بينهم بتبقى بعيدة شوية على عكس اللقاحات المحلية بيبقى العطرة اللي موجودة في اللقاح هي هي نفس العطرة متششابها تماما مع العطرة اللي موجودة في الحقل يعني بأسلوب إعلامي لأن أنا مش متخصص ولا طبيب أن أنا بأخذ نفس نوعية المرض أصنع منها اللقاح بالضبط علشان ما دخلش أمران جديدة من بره يبقى أنا كده بدل ما أنا عندي عطرة هدخل لقى عطرة واثنين وثلاثة حسب الدول اللي أنا باستورد منها فأنا وسعت دائرة المرض أو بقى عندي عدد أكتر من العطرات صح؟ بالضبط كمان كمان أنت كده زودت نسبة الصد بتاعت الحيوان لأنه بتحصن من نفس العطرة اللي موجودة في الحقل هي اللي موجودة في اللقاح وبالتالي نسبة المناعة اللي عنده هتبقى أعلى من أي لقاح آخر من عطرة أخرى مستورد معهد حضرتك في البداية قلت لي تم افتاحها الف تسعمائة وتلاتة يعني منتكلم مية تلاتة وعشرين عام ما مراحل التطور اللي حصلت وما آخر هذه المراحل الجديد في المعهد في هذا التوقيت طيب خلينا أقول إن المعهد خلال الفترة ديت إذن الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم الباحثين الموجودين والعملين موجود في المعهد إن احنا ننتج ما يقرب من تلاتة وسبعين لقاح موجودين في الحقل المصري وبنصدر كمان لبعض الدول العربية والإفريقية وبنسجل لقاحاتنا في الدول العربية خلينا نقول إن لو جينا مثلا نتكلم عن جياحة الكورونا أنت شايف كل العالم بيتصابك عشان يقدر يعمل لقاح وبقالنا فترة قد إيه علشان يقدر يعمل اللقاح إحنا مجالنا في نجال اللقاعات البيطارية بناقدر إن إحنا في أقل من شهرين نطلع أي لقاح موجود في المجال البيطاري فأقل من شهرين لو ظهر عندي مرض بخش على طول أشتغل بالزبط ودي حصلت السنة اللي فاتت بالزبط كده في السادة وليبيا السادة كنت معنا موجود معنا في القصة دي وشفت اللقاحة مغرد ما العترة تعزلت بدأنا إن إحنا نحضر اللقاح لها حتى نزلناه في الأول لقاح أحادي وبعدين دفناه على اللقاح اللي موجود اللي بينتج وأصبح اللقاح بيحتوي على جميع العترات اللي موجودة معلومة إلي في انتهم لحضرك قبل كده قلت لك يعني إيه لقاح أحادي قلت لي يعني هو معزول في أمبولة الوحدة بالزبط بعد كده دفناه على العترات العترة الموجودة عندي في مصر علشان أدي الحيوان جرعة واحدة بس مايبقاش فيها إرهاق على جسم الحيوان بالزبط وأيضا على الطبيب البيطري هي مرة واحدة وخلاص بالزبط وكنتم جاهزين في خلال ما كملتوش شهرين بالزبط بالزبط فأخصى سرعة فأخصى سرعة بالزبط كده دي في خلال الفترة دي إيديت تتحول العترة المعزولة من عترة حقلية إلى عترة تصلح لتصنيع اللقاح وبدأت فعلا تمر بمراحل الإنتاج واتطلع إزازة اللقاح ويتم كمان معايرتها وينزلها كان سعرها رمز جد بالزبط فأخصى طبعا زي ما ستك عارف أن المعد ما بيهدفش للربحية ولكن بيهدف لتوفير اللقاحات بأسعار اقتصادية للسادة المربين وهو المعد ده الدور الرئيسي بتاعه أنه هو زي ما ستك قلت هو رمانت الميزان في صناعة اللقاحات في مصر وفي توفير اللقاحات في مصر عشان يقدر تحافظ الوزارة والحكومة على تداول اللقاحات في مصر تمام الماء الطيور أو الدواجن خصوصا وإنفلوانزا الطيور هي مشكلة كبيرة جدا أنها تنتقل للإنسان معاين الوزير السادة القصير أعلن من فترة قريبة جدا أن فيه منشآت في مصر خالية من إنفلوانزا الطيور وإن إحنا كده مسموح لنا نصدر نبتد نفتح أسواق خارجية جديدة دور المعهد في صد هجمة إنفلوانزا الطيور على السر والدجينة في مصر أول ما عرف أنه بينتج بالنسبة لإعطارات الإنفلوانزا الموجودة يسا ما سيدتك والسادة مشاهدين عارفين فيه عندنا عترة الـ H5N1 وعندنا كمان عترة الـ H9N2 وأخيرا الـ H5N8 اللامعهد الحمد لله بينتج لقاحات بتغطي الثلاث عترات مش بس كده كمان لا ده إحنا حاولنا كان عشان نخفف السادة المربين ونخفف الحملة على الطائر بنجمع اللقاحات دي مع اللقاحات تانية يعني بنحط مثلا لقاح الإنفلوانزا الـ H5N1 مع نيوكاسل بنحط الـ H9N2 برضو مع نيوكاسل وفي طريقنا إن إحنا نجمع الـ H5 والـ H9 مع بعض فيه لقاح واحد فده وقت بيقلل التكلفة على السادة المربين من ناحية ومن ناحية تمام بيقلل السترس أو الحملة على الطائر أثناء عملية التحصين هل في الوانزا الطيور خلاص بقى مرض مستوطن في مصر؟ أكيداً نحن بقى فترة طبعاً موجودة في الوانزا الطيور لكن إن شاء الله بفضل الله ثم الرعاية البيترية السليمة وتطبيق شروف الأمن الحقيقي وتطبيق برنامج تحصين جيد هنقدر إن شاء الله أن نحن نتحكم فيه المرض إلى أن يتم التخلص منه نهائي إن شاء الله الأمن الحقيقي بيمثل نسبة كم في المية من نجاح التحصينات؟ هي عد نسبة 75% من نجاح 75%؟ أمن الحقيقي لأن الأمن الحقيقي هو الأساس أنك إنت لأن زي ما سيتك عارف لو أنا النهاردة محصن وعمل كل برنامج لتحصين مصبوط ولكن سايب المزرعة في بيئة غير جيدة وغير مطابقة لشروط الأمن الحقيقي ده هيمثل استرس فاكتور جامد جداً على الجهاز المناعة بتاع الطائر أو بتاع الحيوان وده مش هدينه فرصة أنه يقاوم هذه الأمراض بالعكس ده هيبقى ده يعني استرس أو حملة عليه يساعد على حدوث المرض أكتر صح أستاذن حضرتك وأستاذن أستاذن المشاهدين هيتطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعي مباشر بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضركم مرة أكتر في الزراعي مباشر وبجدد ترحيبي بالدكتور محمد سعد مدير معهد بحوص الأمصال لللقاعات البيطرية مشرفني يا دكتور محمد شرف لينا فرن عايز أعرف يعني إيه الفرق ما بين المصر واللقاح تمام خلانا أقول إن اللقاح هو إن إحنا بنحفز الجهاز المناعة بتاع الحيوان أو الطائر أو حتى الإنسان لإنتاج أجسام مضادة للفيروس أو البكتيريا قبل حدوث المرض يعني اللقاح هو بيستخدم لحماية الطائر عشان ما يصابش بالمرض بالضبط وده بيسع الطائر أو الحيوان أو الإنسان عشان ما يصابش بالمرض ولكن المصر بيستخدم بعد حدوث المرض إن أنا بيبقى عندي أجسام منعية جاهزة ببدأ إن أنا أديها للمصاب عشان أبدأ أخلي قاوم المرض يعني اللقاح وقاية المصر علاج بالضبط كده اللقاح وقاية والمصر علاج حضركم إحنا بنتكلم قلت لي هننتج خلاص لقاح حي يعني إيه لقاح حي يعني إيه لقاح مصبط إيه الفرد تماما فنم هو اللقاحات الحية أو اللقاحات اللي هي المستضعفة هو إن إحنا بنجيب الفيروس من الحقل ونبدأ نمرره تمريدات كتير جدا على عائل تاني ولا يكون مثلا خلايا زرع نسيجي أو على بيض علشان أبدأ إن أنا أخليه يفقد أو نقلل الجزء الضاري فيه اللي هو القادر على إحداث المرض وبالتالي لما يخش جسم الإنسان وهو مستضعف أو جسد الحمال حيوان أو الطائر يبدأ يشغل الجهاز المناعي لكن ما يعملش أعراض مرضية بس بيشغل الجهاز المناعي ولكن في صورة مستضعفة أما اللقاح المثبت فهو اللقاح بيتم التعامل معاه بمواد كيميائية المواد كيميائية دي بتأثر على الجزء الضاري بيتموته خالص وتقي على الجزء المناعي اللي هو الأنتجيني كبار أو الجزء المسؤول عن الأنتجيني في العطرة يفضل شغال زي ما هو عشان يشغل الجهاز المناعي في الفترة دي أو في الظروف الحالية الناس كلها بتواجه أزمة كورونا الشغل المتوقف لكن أنتم بتستعدوا لافتتاح بعض المنشآت الجديدة الهدف منها إيه؟ وإيه آخر المنشآت اللي تم إضافتها للمعهد في السنوات الأخيرة هو فنم طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين فترة جاية كورونا لأن زي ما ستك عارف أن الناس بيتبقى السادة مربيين والمزارع بيبقى عنده برنامج تحصيل البرنامج دوة لازم بيتم فيه توقيطات معينة ما ينفعش أنه ييجي حصا ما يليش اللقاح بتاعه وبالتالي احنا وظل بقاعدة كورونا وكان السادة الباحثين موجودين عندنا في المعهد منتظمين في العمل بتاعهم والحمد لله رب العالمين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحتراصية عشان نقدر نوفر اللقاحات اللازمة للسادة المربيين لحماية الصرع الحوانية وإدى جده المعهد الحمد لله في الفترة الأخيرة دول إن احنا نسجل 16 لقاح جديد لما يكن ينتجه من قبل في المعهد وبنتور المنشآت يعني عندنا الحمد لله دلوقتي تطوير لقسم إنتاج لقاح الحمد القلعية وحمد الودي المتصدق إن شاء الله هنتم الافتتاح قريب لإنتاجهم بين نظام الخلايا المعلقة عندنا كمان افتتاح لزي ما قلت سيادتك إنتاج اللقاحات الحية للطيور وده هيرفع الانتاجية بتاعتنا من القدرة الانتاجية بتاعتنا بنسبة حوالي من 30 إلى 40% عن القدرة الانتاجية السابقة إحنا مغطين 85% من حيوانات المزلعة اللي هي المشاهل الكبيرة الدواجن تدخل داخل هذا النطاق لا الدواجن منفاصلة الدواجن كنا في الوضع القديم بنغطى حوالي ما بين من 5 إلى 7% إن شاء الله في الجزء الجديد دوت هنقدر نحن نرتفع لحوالي من 35 إلى 40% ليه الفرق شاسع كبير؟ هاقول السيادتك الفرق شاسع ليه؟ لأن العدد أنت عدد الصرع الرحونية في مصر حوالي من 4 مليون راس بالنسبة للبعر وجموس مثلا بالنسبة للدواجن أنت بتكلم في حوالي مليارات وبالتالي الدورات بتكرر كم مرة في السنة فنسبة الاشتهلاج بتاعت اللقاحات فيها نسبة كبيرة جدا أعتقد جرعات ضخمة بالضبط هنريح مع الحج حسن الحج حسن من إيه نتفضل؟ مع البشر يا أهلا بيك يا فندم معالك باشا والله نحن عندنا الصرع والحيوانية ما فيش داكاترة ما فيش داكاترة ما فيش داكاترة أنت منين في إيه نها حج حسن؟ من مركزة بوطستة باشا أقرب واحدة بيطرية بينك وبينها أدي بوطستة مفوشة باشا مفوش ولا واحدة بيطرية؟ فيه واحدات بيطرية لكننا نجيبها لأحسنة باشا كده كده أنت بتدفع بس أنا بتكلم على الوحدة البيطرية التابعة لمدرية الطب البطري عندك في إيه؟ أقرب وحدة بيطرية بينك وبينها أدي إيه؟ بينها 10 كيلو باشا 10 كيلو؟ ما بتروح لهمش خالص ولا هم بيجولك ولا أي حاجة؟ من سنة ونص من سنتين وآلاف دي والحملات القومية للتحصيد ما هي كانت موجودة فبطست من قبل أجاعة كورونا على طول الحملة اللي جاتنا من سنة ونص سنة باشا الحملة السنوية بتيجي صح؟ بتيجي مرتين في السنة كمان طيب قال أنت طلبك إيه حكا حسن علشان نشوفه يعني دلوقتي أنت عندك وحدة بيطرية وعندك حملات قومية للتحصيد بتيجي ناقصك إيه؟ ناقصك باشا يطعمون البهد أنت ناقصك يخلي بالهم يخلي بالهم منك شوية فإحنا هنتصب بمدرية الطب البطري ونشوف ناويين يعملوا إيه؟ خلي بالك مفيش حملات عشان جائحة كورونا المفروض أن أنت بتروح تنصك معهم يجو حسنوا عندك يعني ما تقعدش إذا كان الأطباء البطريين ما بيخشوش من بيت لبيت زي الأول لكن هم موجودين فأنت تروح وتكلمهم وأنا هديك رقب مدير مدرية الطب البطري اتصل عليه مش هيتأخر عنك خالص وبعدين كلمتك يا باشا في موضوع الملح برضو ما وصلناش للدلوقت ما هو أنت بتصل عشان موضوع الملح صح؟ فقلت أقول كلمتين عن السرور الحيوانية عشان أترى بص هقول لك موضوع الملح موضوع الملح مدامين أنت اتصلت في خلال 48 ساعة ها يكون موجود عندكم لأن برامج الاسمي ده هراسة حركت من المصانع بشكرك يا حاجة حاصة بشكرك حضرتك مين بقى؟ معنا مين يا أحمد؟ طيب بشكرك المربي محتاج حد يبقى موجود عنده يعني كلمة الحاجة مكلمة الحاجة حسن دينا مش هعدها كده هو بيقول لك مش لقين حاجة أنتم بتعمل المنتجات مميزة جدا بس هي موجودة في الحباسية هشوفها أمتى في المحافظات طيب خلينا أبشر سيادتك أبشر السادة المشاهدين أن الحمد لله رب العالمين وده بفضل الله ثم يعني توجيهات ودعم معالي الوزير السادة القصير منذ توليه المسؤولية وزيارته لنا للمعهد أو التوليه حقيبة وزارة الزراعة وتعليماته المشددة لنا أننا لازم نوصل للناس في المحافظات ما نقوقعش نفسينا في المكان اللي احنا فيه طبعا وبدأنا فعلا نمشي في الاتجاه ده بدعم مباشر وتعليمات من معالي الوزير وبإشراف مباشر ودعم مباشر من السادة دكتور محمد سلمان رئيس المركز بحوث زراعية قدرنا أن احنا نعمل تعاون مصمر جدا مع إدارة معهد بحوث الصحة الحيوانية وأصمر هذا التعاون المصمر وأنا يعني بنتاز البرنامج وتوجه الشكر لإدارة معهد بحوث الصحة الحيوانية لأنه فعلا الناس تعاونوا معنا تعاون كبير جدا أصفر دوت على أن احنا دلوقتي بنفتح فروع لمعهد بحوث ومصال لقاحات الباتارية في كل المعامل الفراعية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية كويس وأنا قعد مع الساتج النهاردة تم النهاردة بالتحديد افتتاح فرع لمنهور وسكندرية إمبارح تم افتتاح كفر الشيخ والمنصورة ومن ثلاث ايام تم افتتاح الزعزيق ومن قبلهم فتحنا طنطق وجبين الكوم وبس عشان أجس العيد كل سنة ومعليكم سنة مشاهدين طيبين هنوقف القصة البعد أجس العيد مباشرة هنبدأ نكمل الافتتاح في كافة المحافظات عشان يبقى في كل معهد فرع معهد الصحة الحيوانية احنا معنا صور دلوقتي يا أستاذ أحمد بعد إذنك عن الفروع اللي الدكتور بيتكلم عنها يعني الدكتور جاب لكم صور لهذه الفروع طب ننزلها تاني نزلها تاني وإحنا بنتكلم دلوقتي لأن دي مهمة أوي ده طلب للمزارعين بقالوا سنين معهد تم إنشاؤه في 1903 موجود في ميدانة العباسية من 1903 أي مربي محتاج مصل أو لقاح هيجيلي من آخر الدنيا هيدب المشوار زي ما بيقولوا وفي الآخر ممكن اللقاح يفسد منه المعهد هيوفر له تلك طيب وهضمن إن أنا يوصل لغاية ممكن يسافر خمس ست ساعات ده في ناس سكنة أو مزارحها في أسوانه ولقصه هتوصل بالتلك ده سريم فطبعا النهارده بعد سنين طويلة بنشوف فروع موجودة في كل المحافظات أنا دكتور دي البداية إحنا بنتكلم تنطش بين الكوم الزقزي ده منهور اسكندرية كفر الشيخ المنصورة أنا كتابت أرى حضرتك مش كفاية عاوزين في الصعيد إن شاء الله لأن المرابب في الصعيد يعني الحاجة حسب من إينا بيكلمني هو حسس أنه مظلوب وأنا برضو حسس به وإنتم مبتدهتم والمهمة سقيلة لكن بالتنصيق وبالوطنية اللي موجودة عند حضراتكم النهاردة ندر ننفذها حلايا لقاحات في صعيد مصر إمتى جدي البعيدة بقى أنا باعد سيادتك إن إن شاء الله في خلال شهر من تاريخ اللي إحنا موجودين فيه إن شاء الله هيكون كافة محافظات مصر إن شاء الله اتغطت بمنافس بيع المعادة في مصر و باللقاح في كل المعامل الفراعية تباعة المعادة والأجمل والأروع من كده فريق كامل من علماء مصر بيسخر جهوده ووقته كلها للتطوير وللإنتاج موجودين وبنشتغل وبننتقل من خلال الحملات القومية للتحصين بنغطي مصر كلها بس إحنا عندنا عدد من الأمراض السيادية محدود لكن فيه أمراض تانية كتير خصوصا في الدواجن المربي بيجري شمال ويمين عشان يوفر له الأمصال واللقاحات بتاعت الدواجن هي أمصاله لقاحات برضو ولا لقاحات فقط لا ليها لقاحات فقط لقاحات فقط صحح لي يا دكتور لا لقاحات لقاحات طيب الحج اللي هادي تفضل أيها دكتور الدكتور بيسلم على حضرتك عليك ساعة طوال كار زك حج الله يخليك والحمد طيب وحضرتك بالصحة والسلام والله أنا كنت فصلت من شهر كان دكتور حمد على البرنامج ومعه الدكتور من فكرة احنا بناو gotten واحدة البطارية أقرب واحدة بطارية خمستاشر كيلو كان عندنا واحدة بطارية بانيينها بالجهوز bourgeoisية وجزعلوها علينا هات الباني يعني انتم محتاجين واحدة بطارية رايبة منكم احنا محتاجين واحدة بطارية فأنا ما عاد على إنو هيحطها بالخطة العجلة طيب انت انت فيم بالزبط ما كانك فيم بالزبط يا حجهادي حجهادي انت فيم بالزبط انا في السبوالية الجسدين جديدة ومقاري إخوة دي الأخضر هنتواصل مع الهيئة العامة لخدمات البيطارية دكتور عبدالحكم محمود ونشوف إيه الإجراءات اللي تمت وإمتى حيتم تنفيذ الوعد بشكر حضرتك إحنا فين من العالم في تكنولوجيا صناعة اللقاحات والأمصال والله حضرتك إحنا طبعا زي ما قلت نسيطاتك منطور على طول وبنتابع كل الشغل العالمي بإنتاج اللي مصحلوا للوقعات البيطارية وعايز أقول لما عليك الحمد لله رب العالمين إحنا عندنا أجهزة متطورة جدا وبننتج اللقاحات على أحدى الصراز العالمي ودوة يعني بنعمله في إطار كمان الاعتماد الدول اللي إحنا حصينا عليه لأن زي ما شهدتك عارف أن أول شرط من سروط الاعتماد هو تطبيق الطرق القياسية في إنتاج الأمصال للوقعات البيطارية والمعهد من فضل الله معتمد به ثلاث شهادات اعمالات دولية السبعتاشر زيرو خمسة وعشرين من العيلات العالمية ومكتب الاعتماد الوطني إيجاك والجي إمي بي وتسعة آلاف واحد من الشرطة فأنت بيحصل عند سيارتك أوريتنج في المعهد على طول بصفة مستمرة بيجي فريق للمتابعة ولتقييم المعهد بصفة دورية عشان يتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات القياسية العالمية في إنتاج الأمصال للوقعات البيطارية عاوز أستفيد من وجود حضرتك عالم زخيمة وقامة في هذا المجال وأخذ بعض نصائح للمربيين اللي من خلالها ينجح في التحصين لأنه فيه مربي ممكن يحصل ويقولك ما جابش نتيجة أنجح إزاي أنا بحصل طيب بدايةً خلينا نقول أول حاجة عشان نجاح التحصين زي ما اتفعنا مع السيادتك إن تطبيق سموة الأمان الحيوي نمر اتنين عملية نقل اللقاح وعشان كده دي إحنا بنلاجعنا لموضوع فتح المنافذ بداعتنا على مستوى المخافصات عشان نضمن المنفذ مش بس إن إحنا بنوفر تلاجعات أو فريزارات قياسية أو استاندرد ليه حفظ اللقاحات اللي عادة بالضبط إحنا موفرين كمان معها سيادتك مؤلد كهربائي بيشتغل أوتوماتيكي في خلال أقل من 30 ثانية حال انقطاع الطيار الكهربائي عشان نضمن الحفظ الجيد للقاحات دي إحنا بنفس الوقت عندنا الحمد لله رب العالمين إدرنا برضو بفضل الله سيما دعم معالي الوزير وسير رسالة الكوريس المركز إن إحنا نوفر أسطول من العربات التلاجة المجهزة الحديثة على أعلى مستوى علشان تنقل اللقاحات دي برضو بالطرق الحفظ الجيدة لهذه المنفذ كده المربي ضمن إن المكان اللي هجيب منه اللقاح محافظ اللقاح بالمستوى الجيد المطلوب عليه برضو إن اللقاح دوت في نفس التلج والفوم أو التلاجات اللازمة حافظة بالضبط كده فنم بعد كده المبدأ إن أنا أستخدم اللقاح ببدأ إن أنا أستخدمه بالجرعة اللي مذكورة على النشرة بتاعة اللقاح ما يبعش إن أنا أغير في هذا الكلام لأن الكلام ده بيتم عليه أبحاث الأبحاث دي بتقول إن إزاست اللقاح دي لازم بتستخدم بالجرعة دي بطريقة الحقن دي عشان تديني الكفاءة المسلة المرجوة من هذا اللقاح في نفس الوقت إن أنا ألتزم بالمعاد المناسب اللي محضوط في البرنامج بتاع التحصيل اللي وضعه الطبيب البطري المختص اللي بيتابع هذه الحيوانات في بعض اللقاحات اللي كنتم شوفوا الأطباء البطليل يقول لي دي لازم أفتحه تحت الميا عشان آآ 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 ده يعبر عن إيه؟ ده فنم لقاحات الدواجن الحية عموما اللقاحات اللي بتبع عبارة عن لقاح ديسكي كده أو الفلايز المكفت وبالتالي اللقاح ده لما بتيجي انت تدخل اللقاح ده في التصنيع بتاعه بيخش في صورة محلول وبعدين بيخش حاجة اسمها جهاز التكفيت فجهاز التكفيت ده بيعمل ضغط عالي جدا عشان يضغط السائل ده ويحوله إلى ديسك ويسحب منه المويتشار أو المياة اللي موجودة عشان يتحول إلى ديسك وبالتالي الضغط اللي موجوده جوار إزازة دي لو جيت أنا فتحته برا المياة هينفجر في وشي وهيعمل مشاكل كتيرة جدا فعشان كده لما باجأ فتحه لازم أفتحه تحت المياة علشان لما ييجي يحصل أي ضغط يبقى السطح بتاع المياة يمتص هذا الضغط اللي بينبعث من الزجاج إيه أهم الجهات اللي حضرتكم دايما فيه تعاون معها وبروتكولات يعني كليات الطب البطري مثلا مع معاهد مختلفة زي المعهد القومي للبحوث لازم يكون فيه تواصل مع المجتمع العلمي بالضبط ليتم إزاي؟ إحنا فإننا عندنا تواصل طبعا مع المجتمع العلمي داخليا جوا مصر وبرا مصر جوا مصر بتعاون طبعا بداية مع الهيئة العامة للخمارات البيطرية المعهد بحوث الصحة الحيوانية المعهد بركز الرقابة عن صلاحات الحيوانية معهد بحوث النسليات الهرم ومعهد بحوث الانتاج الحيواني بالإضافة للمركز القومي للبحوث وكل كليات الطب البطري الموجودة وكل المعينيين في مجال الطب البطري لأن المعهد زي ما شاتك عارف هو المعهد القومي المسؤول عن انتاج وتطوير اللقاحات البيطرية فإحنا بنمد إيدينا في التعاون العلمي لكل هو المسؤول المعهد بحوث عن تطوير المعهد القومي بتاعنا المعهد بحوث عن صلاحات البيطرية هو المعهد القوي أيه معهد البحوث والأمصال البيطارية التابع لوزارة الزراعة بركز بحوز الرعاية هو الجهة المسؤولة عن تطوير الأبحاث العلمية الخاصة بالأمصال والبحوز ده البوابة الرسمية في مصر طيب هكمل بس أخذ حاجة عرفة من أسوان حاجة عرفة السلام عليكم السلام عليكم عندي بطارية هنا بطارية هنا مصمم على فدام ومس فدانين عيادة بيطارية مصمم على فدام ومس فدانين الدكتور بتاحا من بلد بعيدة من عندنا اللي يمشي الأربع ممكن يجينا الأخت校 الدكتور بتاحا ماله من بلد بعيدة عنك يجينا الأربع من بلد بعيدة عنكم الدكتور اللي هو موظف فيها موظف بلد بعيدة مننا هاي طيب وبعدين تده موعيد شغله لازم موجود فيها لا اقول لي بقى انت مكانك فين بالزبط انا اصوان كومومبو المنشية اه انت في منطقة فيها سياحة منطقة اللي انت منها فيها سياحة صح؟ اه طيب احنا هنكلم مدير مدريت الطب البطري ونعرف وضع الوحدة البطري ايه لو محتاجة تطوير محتاجة متابعة نشوف ايه الامكانات الموجودة عشان تخدمكم باشكر حضرتك اه هو مجال مهم جدا يعني صحة الحيوان بتنعكس على الانسان على طول اللي احنا بنتكلم على البروتين اللي احنا بنكره هل اللقاحات والامصال ديها فترة سحب من جسم الحيوان ولا دي ما لهاش علاقة زي الادوية طيب خلينا بداية ام برضه يعني سأناقسف سحب من جسم الحيوان علشان احنا هنتناولها فهينتقل لنا بالضبط خلينا برضه يعني ناكد على كلمة اللي احناتك بتقولها ان صحة الانسان بتبدأ من صحة الحيوانات الموجودة بالبيئة حتى كده هو ده كان الدور الرئيسي للطب البطري مش بس توفير البروتيني الحيواني الايمن للانسان لا هو حماية الانسان من الامراض المسترقة اللي ممكن تتنقل من الحيوان للانسان لان في امراض مسترخة كترة جدا بتتنقل من الحيوان للانسان زي البروسيلا وزي السعار وزي حمى الواد المتصدع وزي السل وانفلوانزة طيور وكترة غيرها من الامراض فده الدور الرئيسي ان انت بتوفر الامصال ولقاحات البيطارية لحماية الحيوان عشان تحمي الانسان الحاجة التانية طبعا ان المفهود ان انا قبل ما بدبح الحيوان من فترة اه واحد وعشرين يوم او اقصر يعني اتقل عن واحد وعشرين يوم ببدأ امنع اي تحصنات او اي حتى ادوهيها باستخدمها واحد وعشرين يوم عشان ندي فرصة للقاح تاوي تيتم الوزد روال بريود او اللي هو يخذ ده معنى كده ان اللي يقولك الصحيوان بتاعنا هاتباحه عشان نلحقه ده بيخلص فان انا اتباحه بسرعة فده لازم يبقى معارفين ده عنده ايه ولازم يكشف عليه بيطاريا كويس لزبتا فان ونسأل اه يعني الدبح ده خارج المجازر ده مرفوض تماما طبعا 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 يعني انت مرفوض حضرتك دلوقتي ان احنا بنتكلم في غزاء صحي امن وبالتالي انا لازم ان يكون فيه متابعة بيطارية على اعلى مستوى اثناء عملية الدبح عشان كده احنا بناشر كل سنة حرق طيب وسادة مشاهدين بمناسبة عيد الاضحة المبارك ان الناس كلها تتجع الى المجازر واعتقد ان فيه تعليمات مشددة من معالي الوزير ومن الوزارة ان المجازر كلها ان شاء الله هتبقى موجودة على اهبة الاستعداد لاستقبال السادة المواطنين هل يمكن ان احنا نستغنى عن استراض الامصال واللقاحات من الخارج؟ ان شاء الله فان احنا بنعمل على هذا جاهدا وان شاء الله نقدر نحقق طفرة في صناعة الامصال واللقاحات الباطارية ونقدر بالشراكة مع الشركات القطاع الخاصة اللي بتنتج اللقاحات ان احنا نوصل للهدف ده اللي هو بقى فرض علينا دلوقتي في كل المجالات بعد جاءحة كورونا اللي زي ما قلنا في الاول ان هي بتقول لكل الدول لازم تبدأ تشوف انك انت تعتمل على نفسك ودي توجهات القدر السياسية ان احنا فعلا نبدأ ان احنا نعتمد على انفسنا في كل المجالات معالي وزير السيد القصير اكد على الموضوع ده ان احنا عايزين نطور من انتاجنا ونزود عدد الجرعات علشان نقلل من الاستراد معايير الاستراد من الخارج من اللي مسؤول عنها وعلشان ادخل عندي مصلة او لقاح المفروض ايه الاجراءات اللي بتتم على هزي الامصال واللقاح بداية طبعا بيتقدم ليه الهيئة العامة خدماته البيطارية اللي لحد عايز ينتج محليا او يستورد من خارج اي لقاح الهيئة بتقوم بفحص ملف العلم ده من خلال لجنة علمية بيولوجية مسؤول عن هذا الكلام بعد كده بيتم ارسال عينات للمعايرة وتأكد من صلاحية هذا اللقاح للتسجيل بعد كده بصفة دورية اي لقاح بيتم انتاجه محليا او بيتم استراده من الخارج بيتم معايرته في المعمل مركز اللقاح على سطح الحيوية البيطارية وهو احدى معامل مركز بحوظ زراعية التابعة لوزارة الزراعة وهو معامل معتمد دوليا بيقوم بكل حيادية بمعايرة اي لقاح سواء كان منتج محليا او بيتم استراده من الخارج تمام استاذ جمال من محافظة اسوان تفضل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم الله يكرمك يا حاجة جمال والله يعرضين نسأل على مصر العدارب والتعابين في وادة الصعيدة في اسوان عايز تسأل عن ايه في وادة الصعيدة الامصار يعني الامصار بتاعتي اه تجيبها منين يعني تجيبها منين اه يعني ما فيهم مش متوفر عندين الدكتور وعدنا امتى هيبقى عندهم في اسوان يا دكتور ان شاء الله بعد العيد خلال يعني من مفوض الصعيدة اه تمام من خلال من عشر ايام لأسبوعين بعد العيدة على طول هيبقى في المعمل الفرع المعت صحيحة الحوان اللي موجود في اسوان واللي موجود في القصور كمان هيكون فيه ان شاء الله منفز بيها شهر يا حاجة جمال شهر وحيبقى فيه منفز مفتوح عندكم في اسوان وفي القصور من خلال فروع معهد بحوظ صحية الحيوان هتلاقي المنتجات متوفرة اللي بينتجها معهد الامصال واللقاحات بالعباسية موجودة عندك وموجودة عندك الارشادات والنشرات واي معلومة انت عاوزينها هتبقى متوفرة لكن الكفاءة بتاعة المصر دي الكفاءة بتاعة المصر اه المصر اللي بيجي من السعودية دي كفاءته بتاعة العجار والتعابين افتل اللي بيجي من السعودية احسن اه احنا بيجيب مصر من السعودية طيب انا هقولك على حالة الدكتور محمد معي هو بيقولك احنا ما بنستوردش اساسا امصال من السعودية بالنسبة للكفاءة اه اتكمل الحلقة من التلفزيون دلوقتي علشان الدكتور هيجاوب على السؤال ده بشكرك يا حالجمال عايزين برو احنا جاوبنا عليها في اول حلقة بس هنعيدها تاني للمربي كفاءة اللقاح المنتج في مصر عشان بيبقى خايف بيقولك نجيب المستورد هو احسن طيب خلينا نقول تعاني نقول ان عندنا حاجتين آآ كفاءة اللقاح بالنسبة للعطرة المحلية طبعا هي عطرة متشابهة جدا او هي نفس العطرة اللي بتحضر منها اللقاح هي اللي بتهاجم الحيوان وبالتالي هي هتدي مناعة افضل بكتير جدا من اي عطرة مستوردة دي نقطة النقطة التانية ستك ان في معنى مصر اللقاح عندنا قسم اسم قسم الدولة الجودة داخلية وقسم ده تم اعتماده دوليا بشهادة الاعتماد 17-25 من الايلاك العالمية ومكتب الاعتماد الوطني ايجاك ده بيقوم بمعايرة وتقييم اي لقاح داخليا جوه المعهد قبل ما يتم كمان تسليمه لمعمل المركز الرقابة على سطح الحوالة البيترية اللي هو المعمل المحايد اللي هو برضو معتمد دوليا في معايرة اللقاحات ومعمل الرقابة لما بيوصل له اي لقاح بيقوم بي نزع ليبل اللي موجود على اللقاح وبالتالي ما بعرفش مين اللي انتجه او مين اللي استورده وبيحط عليه كود خاص به ويتم تقييمه ويتم ايجازة فيه لما طلع ايجازة لي من معمل الرقابة يبقى معنى كده ان اللقاح ده على كفاءة عالية جدا ودرجة امان عالية جدا للاستخدام في الحقل المصري انا بقى يعني عاوز اقول لحضراتكم من اتخلص من اعقودة الخواجة او الاستراد من الخارج بسفر يعني احنا النهاردة الدولة عندنا معهد عريق سنة 1903 عندنا علماء العلماء دول هم اللي بيخرجوا من المعهد يشتغلوا في الشركات الخاصة في مصر وبرا مصر بتدربوا جوه المعهد النقطة التانية ان انت علميا اللي انا في انتهى من الدكتور محمد ومن خلال النقاءات والحوارات اللي اجرتها على مدار 15 سنة ان احنا النهاردة لما بناخد العطرة من المرض اللي موجود في البيئة بتاعته في دولته ده بيكون اكثر كفاءة علشان يتم تصنيع اللقاح منه وتعامل معاه وابقى عندي امان بدل ما دخل مرض جديد فانا عاوز زي ما انجحنا في السنوات الاخيرة في الحملات القومية للتحصين وحضراتكم تابعته والدكترة والاطباء الباترينكرا بيخشوا من بيت لبيت قدرنا نتغلب على الحمى قلعية بقت حالات فردية للي ما بيهتمش ومو بيحصنش الجلد العقدي بيظهر امتى الجلد العقدي بيظهر لما نكسل يقولك انا مش حصن ما هو ما فيش جلد عقدي فيظهر جلد عقدي في الموسم ده والناس تبتدي تناشد الدولة طيب ما احنا اللي تأخرنا احنا اللي تأخرنا لما يحصل ازمة في الجلد العقدي ونبتدي نحصن من اول وابديد الموسم اللي بعده ما تسمعش عنها خالص الحمد لله فحنا دايما لازم عندنا ثقة في منتجنا في علمائنا النهاردة انا بشكر فعلا معهد المصل واللقاح وبشكر معلل وزير السادة القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سعد القائم على هذه المنظومة منظومة التصنيع الحقيقي بشكرهم فعلا ان هم عينهم على صحة الانسان احنا بنتكلم دلوقتي على صحة الانسان لان انت الزراعة والانتاج الحيواني وجهان العملة واحدة الزراعة نجحت والانتاج الحيواني هيحصل فيه نمو انتاج حيواني عايز رعاية صحية وبيطرية علشان يبقى فيه انتاجه ومعندل تحويل لان ده الغذاء اللي انا باكله وحضراتكم بتاكله تبعينا النهاردة افتتاح منافذ البيئة والتوزيع على مستوى الجمهورية ابتدينا بحوالي 8 او 10 منافذ دكتور محمد وعدني في خلال شهر هنغطي وسعيد مصر حتى لو لاحظنا النهاردة في الحلقة كل المداخلات جاية من سعيد مصر بشكرك يا دكتور محمد نورتني وبالتوفيق شكرين جدا اللي حررتك واشكر سيادتك وحرير عدد نورتني دكتور محمد سعد مدير معاهد المصر واللقاحات البيطرية بشكر حضرتك شكرا وإلى اللقاء